شاهدين اهلا بحضراتكم معانا لفقرة الحوار لهذا اليوم بتشرفني يكون ضيفي فيها دكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة اهلا بيك دكتور مساهدين اهلا بيك دكتور مساهدين دكتور هشام يعني أزمات اقتصادية متتالية بالتوفق طبعا معاناة المواطن العادي يعني لسه كنت بحكي في المقدمة كنت بحكي موت بنزين مبارحة دفعت 851 جنيه فيعني احنا مقبلين على عصر تموين العربية بنزين 92 اللي هو الرخيص يعني الشعبي بتاع العربيات الملاكي داخل على 1000 جنيه فيعني إلى أين سنصل وإيه اللي في إدينا وما عملناهوش عشان نخفف عن المواطن؟ طبعا أنا متفق مرحبتك طبعا فيه أزمات كبيرة فيما تتعلق بالجزء الاقتصادي مرت في الفترة اللي فاتت على وكان ليعني عكاس كبير على المواطن بس خلينا نتفق إن هو الأزمات دي سببها وفيه أجزاء كبيرة منها مش عايد فقط للإشكاليات في الجزء الاقتصادي أو تابع للدولة المصرية إحنا كلنا متفقين طبعا إن هو العالم مر بأزمات عالمية كبيرة جدا من أول كورونا وإحنا بالنسبة لنا من أخرج من أزمة نخش في أزمة أكبر صحيح كورونا أثرت علينا كورونا وبعدين حرب أوكرانيا وبعدين قطاع غزة وبعدين لبنان ولحمين في بعض وكأنها خطة يعني وهو لما شفنا خطاب الرئيس أنت بتعمل مع إحنا بالعكس إحنا في مصر بنتعمل مع أزمات شكلها يعني اقتصادي بس الأزمات اللي موجودة في الإقليم معقدة جدا وطبع لي يعني عكاس يعني إحنا ما نقدرش نقول إنه هو الأزمات اللي في سلاسل التوريد اللي حصلت مؤسرة بشكل كبير جدا عن الواقع العالمي ارتفاع الأسعار عموما فيما يتعلق بالحاجات اللي إحنا بنستورد ده بينقشوا في المبادرة اللي هي مستقبل التمويل في السعودية النهاردة وبكرة وبعده بينقشوا أعداء تكلفة مستوى المعيشة واضح إنها أزمة عالمية يعني اه طبعا إنه أثرت بشكل كبير جدا وخصوصا على الجزء المتعلق بالغذاء وإحنا بالنسبة لنا في جزء كبير جدا مع عملية استراد الأمح وارتفع سعر الوقود بشكل كبير جدا أثر على الواقع اللي موجودين فيه خلان نقول برضو إنه هو تغيير سعر العملة مع عملية التعويم ده أصل بشكل كبير جدا على برضو على الأسعار ايه وتلاحق الأزمات يعني مدروس ومخطط ليه في الأول كانوا بيقولوا أول ما تاخدوا الفلسطينيين مش هتلاقوا حاجة من الأزمة وبعدها هل حدرت مع هذا الرأي ولا أنت شايف إنه ده عادي وصدفة مثلا إنه إسرائيل لقيت توقيت محدد عشان تعمل كده وإنه الرئيس الروسي وأوكرانيا مناش فيه إيه بالزبط؟ لا طبعا أنا شايف إنه هو بشكل واضح ومحدد لأنهما كان معروف إنه هي الدورة بتاعة الجزء المصري إنه إحنا عندنا في 23 و24 فيه عندنا ده البيك بتاع سداد قروض معينة ولكن على طبع الخطة اللي كانت موجودة أن مصر كانت هتتعامل مع هذا الأمر يعني بأمور مدارة فهو الأزمة جابت مداها الأقصى في الوقت اللي إنته كنت في أشد الحاجة للقصة دي وبعدين ظهرت مشاكل من دور الجوار ومن دور إنه المفروض إنه في الوقت ده ممكن هي تشيلك أو إنه بالنسبة لها ده المتوقع إنه بالعكس يعني هو كان كله في توقيت واحد ضغط عليه مشاكل من نوع إيه سحب مثلاً الأموال السخنة ولا إيه؟ أولاً حصد سحب الأموال السخنة ده أكتر من 20 مليار في وقت واحد عمل نوع من أنواع الاضطراب في سوق الصرف أثر على تحويلات المصريين في الخارج جزء من الإشاعات كبير جداً فيما يتعلق إنه هو السوق كله جامد في لحظة واحدة كان متوقع إنه فيه ناس متفق معاها بشكل واضح ومحدد إن هي هتشتري حاجات فيه التروحات الحكومية بشكل معين بما يوازي 18 مليار كل الكلام ده في وقت واحد محصل له يعني تجميد لحظة طبعاً كان مقصود منه الضغط بشكل كبير جداً على الدولة المصرية لقبول أي عروض لحل وحل حالة الأزمة بالشكل ده طبعاً مش كل اللي بيتقال فيما يتعلق في ملفات الأمن القومي بيعلن طبعاً لدينا قدرة يعني أنا تفقلت جداً وساعدت جداً بلقاء رئيس الوزر بارح بالدكتور زياد بهاق الدين وعدد من المفكرين السياسيين وقبلها عدد من المثقفين التقى بيهم برضو وزير الثقافة يعني نوع من أنواع ترفيع مستوى الحوار الوطني فهل إحنا عندنا حاجة نعملها ولسه ما عملناهاش علشان نخرج من هذا الأسر المحكم لأن لسه هكلمك برضو عن صندوق النقد أنا برضو ده بقى يعني مش عايز أدي أوصاف سلبية كبيرة لكن الحقيقة أن دي رأس الحية في أزمات الضغط عليك بس خالنا أقولك أن أنت على الرغم من كل ده أنت متجاوز نقطة مهمة جداً أنت أخدت المدى الأقصى اللي هو للأزمة وإنت بالنسبة لك تخلصت من أعباء كتير بس لسه بقي أثار شغالة معاك يعني تقصد مفيش أصعب من كده؟ لا اللي عدد في 23 و24 ده كان الماكس مام لسه بقي أنت بقي معاك شوية في 25 سنة يعني شوية ومازال مع الوضع اللي موجود في غزة وقناة السويس ما أعثر نسبية بس خلينا أقولك أن المؤشرات اللي إحنا بالنسبة لنا أنت سددت 15 مليار من الديون اللي عليك أنت بالنسبة لك والوصول لأعلى نسبة في التاريخ بالنسبة لك فيما يتعلق بالجزء الاحتياطي من النقد الأجنبي أنت بالنسبة لك بدأت تسدد للشركات مختارق في ملفات معينة فيما يتعلق بموضوع الصناعة وده كان فيه كلام كتير جدا برضو أنت بالنسبة لك عمال بتيسر في أمور الاستثمار بشكل فكثير من التوصيات الاقتصادية اللي كانت موجودة لحل الأزمة واختراقها حصل ولكن هو كل الكلام ده بيحصل في الاقتصاد آه مخليك أقوى كدولة ولكن مزاج طبعا وطيرة أي إصلاح اقتصاد في العالم أبطأ من معاناة المشاكل دي مسألة مفهومة يعني آه طبعا هو طبعا إنعكاس الكلام ده بقى على المواطن لأن أنت كنت ملتزم لما نيجي نتكلم في صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولي ده يعني غرفة الإنعاش آه ما بتروحلوش الدول أصلا إلا أنه ببقى أنت عندك مشكلة في التمويل آه إنه هو وبناء عليه بما أن أنت عندك مشكلة في التمويل بيبدأ هو بقى بالنسبة له يحط محددات آه من خلالها أنت بتقدر تقول أن أنت بالنسبة لك هتقدر تسد ولا لأ تاخد الجزء بتاع الشهادة دي لما أنت خلصت بيدي فرصة زي فرصة اقتمانية أن أنت بالنسبة لك أن الاقتصاد ده ينفع في الاستثمارات ينفع إنه تسق فيك المؤسسات الكبرى للاستثمار والمنح والإقراض وطبعا الإقراض اللي هو بمدة طويلة بفوائد أقل طب حياتك متوقع إيه زيارة جورجيفا والوافد المرافق لها الصندوق يعني الإسبوع الجاي لإجراء المراجعة الرابعة هل الاجتماعات اللي عملها وزير المالية احنا عندنا وفد كبير قوي وزيرة التعاون الدولي وزير الاستثمار وزير المالية كل الوافد ده كان بيحضر الاجتماعات السنوية للبنك في واشنطن هل توقعات حضرتك أنه قدرنا نقنع الطرف الآخر بأنه يصبر شوية على رفع المطلق للدعم ده للمحروقات والكهرباء طبعا بالنسبة لي ما قدمناش حال لأن فيه ظروف ينته مش مرتبطة بك واضع اقتصادي خصك ولازم هو يتفهم أنه اللي عمل المشكلة دي كلها هي إسرائيل أصلا في حربة موجودة ومؤثرة على قناة السويس ومؤثرة على مشاكل كبيرة فهو أنت بالنسبة لك هي دي الظروف اللي تتعمل فيها الدول حقيقة تانية ما نفعش يسيبوا مصر في المنطقة ويحملونا مسئولية كل الأزمات اللي حصلة في المنطقة أنه نحن نتحمل حجم اللاجئين 10 مليون من الموجودين الديوف الموجودين على مصر في ظل هذا الاقتصاد أنت في النهاية ما يتمش دعمك في المؤسسات الدولية فأنا شايل كتير فهو الكلام ده بالنسبة لي لازم في النهاية في التفاوض لازم يكون واضح أنه بالنسبة له جزء من الأزمة بالنسبة لي ده يعني ده أمر عارض يعني أنا متعرض له دلوقتي قالت السويس والتأثير اللي حصل فيها بالشكل ده الواضع اللي موجود في المنطقة ككل بيقول أنه انهيار اقتصاد ليبيا والسودان والفلسطين سوريا لبنان العراق اليمن كل ده فعلا أنت متحمله لجايلك منه السياحة ولجايلك منه سفن ولجايلك منه تبادل تجاري وطبعا والكلام ده كله مؤثر برضو على المنطقة فيما يتعلق رغم أنهي الوضع في مصر من أحسن أماكن وهو مباشر ومصر بتبزي المجهود كبير جدا ولكن لو كان في استقرار في المنطقة احنا كنا شفنا هنحس بقى بنتيجة المجهودات طبعا أضعافت بالنسبة لك التعامل المجهود رهيب اللي حصل في رأس الحكمة اللي بيحصل دلوقتي في الصناعة جذب الاستثمارات عملهم ورش شديد الصعوبة في ظروف يعني جبارة بصدر تحاول تختارق الوضع وتحاول تحاول المحنة المنحة يعني أن أنت تفكر على قد ما تقدر وتوصل لحلول برا الصندوق وتوجد تفاهمات وتوازنات جيدة من غير ما تتنازل عن مواقفك برضو ودي نقطة مهمة جدا وإحنا تعرف يعني أنت بتدفع تمن أن أنت بتقول لأ ده مش في مصلحة الفلسطينيين أيما هو الناس مش يقدر بلع بقى أن هي فاكرة أن أنت فقط أن أنت بالنسبة لك يجب عشان أنت تكون موجود طرف مباشر في الحرب والدمار بس أنت في النهاية أنت على الحقيقة بتدفع تمنى مواقفك ولو ده مش يعني ممكن ما يكونش ظاهر وأنت بالنسبة للمقضيات أمن قومي في حاجات تيتقل في حاجات ما تيتقلش بس هو في النهاية يعني حياتك تقصد مش لازم تبقى أنت طرف في حرب مباشرة عشان تقول أن أنا بخسر بس أنت بيتضغط عليك وأنت حيتضغط عليك لأن أنت طرف لأن أنت في النهاية موقف مخطط تهجير أنت بالنسبة لك في وقت من الأوقات أنت عمال كنت بتدعم الفلسطينيين على المستوى السياسي بشكل كبير جدا عمل ضغط كبير جدا في اتجاه الحل السلمي وعطلت حاجات كتيرة جدا يعني خلي بيالك لب النقطة في القضايا اللي احنا موجودين فيها اللي مانع لحد دلوقتي القصة دي التدخل المصري الأولي اللي هو أفسد المخطط كل الباية ده تحصيل حاصل ونحيي الفلسطينيين على الصمود والبسالة اللي هي اللي موجود فيها وأنهم بالنسبة لهم بحافظوا على أرضهم وأنهم بالنسبة لهم ده المفروض لأي حد بيدفع عن أرض ووطر ولكن كان الموقف المصري على الحقيقة أنه هو الصلب في البداية هو على الحقيقة اللي أفسد الدعم الحقيقي الدعم الحقيقي هو اللي أفسد مخطط التهجير والسلسلة فهو أنت في الواقع اللي موجود زي كده وبرضه خلي بيالك أن فيه كلام ما بيتقالش أنا بالنسبة لي في وقع ملتهب أنا مش عارف وراح فيه فجزء من اقتصاد الدولة لازم يكون عامل حسابه على كل الاعتبارات طب عايزة أسألك باعتبار أنه إحنا متفقين أنه المواطن المصري دائما بإذن الله يعلي من قيمة الوطن وأنه شايف أن المواقف دي مواقف مشرفة وأنه أنت كمان واقف وقفة محترمة جدا في قضية ليبيا ما أنت برضه رافض تأسيم كل اللي حواليك وفي قضية السودان وفي قضية لبنان فيبقى إذن هي مواقف مجتمعة محترمة مشرفة مندفع تمنها لأنها ضد المخطط الدولي لكن هنا الحديث عن صفقات استثمارية والحديث عن صندوق النقل ده هل حضرتك شايف أنه بيسيبوك لغاية الآخر خالص لغاية لما تتوجع جامد وبعدين يلحقوك في آخر لحظة هم يملكوا الأطراف متعددة مش أحدد أسماء يملكوا أنه هم يوقفوا معاك زي ما حضرتك تفضلت أنه ما يسحبوش الأموال أنه هم يدخوا استثمارات أكتر أنه هم ما يحطوكش في الموقف ده آه طبعا هو بالنسباله واللي الحقيقة بيقول أنه هو بالنسبالك عشان يضمن موقف نصف شكل معاين هو بيضغط بس إنت برضه في النهاية أنت مش مستسلم القصة نحنا محتاجين نفهم إن اللي إحنا فيه ده بالنسبالنا ده هو ده يعني أحسن وضع متاح في الكل اللي حاولينا في ظل حروب دايرة بهذا الشكل فأنت بالنسبالك بتعفر أجدت وجدت حلول حلت إشكالية عملت عادة عيكالة حلت مشكلة صرف وعملة بشكل كبير جدا السوق حاولت تتحسن من دخولات الناس بشكل مختلف حاولت تجد الخلاصة إن أنت بالنسبالك هي أزمة كبرى في ظل حرب على حدودك مباشرة في كل حتة حواليك فنقدر نقول إن أنت بالنسبالك إحنا لازم إحنا نكون متفاهمين إن الوضع الاقتصادي ده في ظل الأوضاع دي إحنا بالنسبالنا ده يعتبر يعني أنت بالنسبالك صعب ستة بتعافر وقدر وخصوصا إنه أنت برضه الحمد لله الحمد لله الأزمات زي ما حضرتك تفضلت هي اقتصادية فليها سقف لكن إحنا حوالينا أزمات الناس بتموت في كل حتة من هذه الحدود اللي ذكرناها طيب هسأل حضرتك عن حاجة من أهم الاشتراطات اللي هي في مصلحتنا اللي عملناها وهي توسيع المجال للقطاع الخاص وإعادة التفكير في وثيقة صندوق السيادي وملكية الدولة والتخارج وا 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 بس هستأذنك نخلق فاصل إعلاني قصير نرجع نكمل كلام مشاهدين أعلان بحضرتكم معانا في القسم الثاني من حوارنا من دكتور الشام عبد العزيز نتكلم فاندم معانا توسيع عمل أو نسبة وجود القطاع الخاص في الاقتصاد وفي الاستثمار وصلنا منه الفين ومأمول لسه ننصل لإيه أكتر منك خلينا طبعا نقول إن الفترة فاتت شهدت حركة كبيرة جدا في عملية تنشيط القطاع الخاص شوفنا من ساعة الحكومة الجديدة وجودنا قبل رئيس الوزراء فيما تعلق في الجزء الصناعي حصل تسهيل كبير جدا دلوقتي المنح لمنح الرخص أي حد عايز يتحرك وده وسع أو هيوسع القاعدة الصناعية بشكل كبير جدا وفكرة فرض الدرائب على المشروعات الحكومية لما كانت الحكومة بتخش أو أي جهة سيادية في مشروع كان كل القطاع الخاص بيقولك وأنا هدهم لكن لما بقى في سقف للمسألة دية بحيث ما يجرش على حق الآخرين يخشوا ده هو بقى ده العرض والطلب وده القطاع الخاص صح وانت منهشط بقى كمان انت عامل تنشيط للاستثمار بشكل كبير جدا فانت فاتح المجال للقطاع الخاص وعمال بتدي حوافز سواء للاستثمار الأجنبي الخارجي أو للداخل برضو انت بالنسبة لك انت ماشي عمال في عملية الطروحات وان انت بالنسبة لك في جزء كبير مقلل الدخول دلوقتي تحس ان انت بالنسبة لك ان القطاع العام آه لسه لي مشاريع بس مش بيدخل كتير دلوقتي ان هو دلوقتي وبالتدريج بيزحب فاتح فرصة ان ممكن انت تشارك الحكومة في بعض المشاريع حتى في البنية التحتية ودي مسألة خطيرة يعني اه وده طبعا ده توجه هو انت بالنسبة لك هو بيمشي خلاص انت فاهمت انه ده توجه الدولة في قصدها فشغل عليه ايه فانت بالنسبة لك انت تشغل على دعم القطاع الخاص في اكتر من حاجة في القطاع الصناعي ده مهم جدا في الملابس كمان في العمال بتفتح اه وبتدعم في العربيات ده بفرص كبيرة جدا وعشان كده انت شايف استثمارات كبيرة وكتيرة جاي انت مثلا في العاصمة الادارية انت بالنسبة لك فيه الف فدان 500 للمستثمر تركي واحد 500 للامارات هتشتغل عليه انت فيه حركة كبيرة فيه جزء كبير من الاستثمارات بادية تخش على الحقيقة ودي طبعا يبقى اموال من النقد الاجنبي تخف عليك الديون وتضحبح على المواطنين شوي على المواطنين وهتدي فرص عمال جديدة انت بالنسبة لك داخل فلوس السوم مؤثرة على استقرار سعر الصرف وده قطاع خاص ده معناه ان انت بالنسبة لنا فيما تعلق بالقطاع الخاص لا انت بتكبر الشريحة بتاعت القطاع الخاص اللقاء اللي فيه الدكتور مصطفى مدبولي دوقتي نيابة عن الساد الرئيس انا الحياة نيابة عن الساد الرئيس دي بتقلقني لان ما بحسش ان فيه جني كبير من وراها يعني هذا اللقاء بتاع مستقبل الاستثمار هل هو للدول المتعاملة مع الاستثمار السعودي والها مش بقى هو اللي احنا بنكسبه ان احنا بنتقابل ولا هو ممكن ملتقى للاستثمار مثلا بيحضره مثلا صيني بقى انا وصين غير السعودية هل ايه التصور يعني اللي موجود لا وطبعا مش مش شرط ان هو بنسبة له ستة بنسبة لك وبعندك خطة واستراتيجية هو بيشتغل عليها يعني رئيس الوزراء فمش شرط انه بنسبة له الرئيس يحضر كل اللقاءات ودائما اللقاءات اللي بيحضرها الرئيسي بفتح افاق جديدة او بداية حاجة عنا ما كناش فمحتاجة تقل سياسي انه ما هو ما بنخش ان احنا بنخلص بننفذ بس والتفاقيات احنا متفقين عليها بنبدأ ندخلها في حاجة التنفيذ زي الموضوع التنشيط الاستثمار المصري السعودي اللي اتعامل ده لما كان الامير هنا الامير محمد ابن سلمي ما هو احنا ده ده بداية احنا نخش بنخش برئيس الوزراء ده بالعكس انت مش على مستوى بقى وزراء او اقل فاتخور رئيس الوزراء يعني معناها برضو حرك صلاحيات اعلى صلاحيات اعلى فهو احنا عايزين نقول لا انت بالعكس انت بالنسبة لنا فرص الاستثمار وبالنسبة لنا دولات شغالة وكبيرة جدا لان بعد انت موضوع راسي الحكمة خلينا اقول لك ان انت بالنسبة لك حصل صيخة كبيرة فيما يتعلق في الاقتصاد المصري اه بدخول مبلغ كبير مرة واحدة في السوق المصري لا ادى بقى فرصة الشركات الصينية تحسين العلاقات مع تركيا هيكون لي اثر في الجزء الاقتصادي بشكل كبير فاحنا بالنسبة لنا كمكان جاذب للاستثمار دلوقتي لا بنتحرك بشكل كبير ولكن الاثار والانعكسات الكلام ده بقى عشان يبدأ يظهر لك على المواطن بشكل معين ده لي شكل الحاجة التانية برضو ان انت تصورك ان هو كيف ينعكس التطور والجزء الاقتصادي على المواطن الناس متخيلة ان هي بالنسبة لها مرتبطة فقط بقصة الاسعار اللي مرتبطة ايما بالطاقة الحاجات اللي كان فيها الدعم يا الطاقة يا سعر الغزاء خلينا نقول ان احنا بالنسبة لنا ان احنا عندنا في استفادة كبيرة جدا للمواطنين من اللي بيحصل يعني انت بالنسبة لك حجم الاستثمارات اللي موجودة في حياة كريمة دي 800 مليار ده مبلغ من الصغير في الموازنة فانعكاسه ده على المواطن ما انت بالنسبة لك انت حصلت على حاجة مهمة انا لما ابقى في الريف وتكلفة ان انا دخل صرف صحي او تكلفة ان انا بالنسبة لي احل اشكاليات استراتيجية وده انعكس علي يعني انا باخد سمار المشاريع بتاعة الدولة مش بالضرورة في شكل ان مرتب يزيد او ان السلعة ترخص الناس احنا متصورين من النتاج الانظمة الاشتراكية القديمة ان الفايدة اللي عيد علي من التنمية فقط مادية مادية مرتبطة بالدعم انت بالحضرتك انما هو على الحقيقة لا الناس طبعا مستفيدة طبعا ما انا بجيب ده الجزء اللي حياتك تفضلت بيه موضوع الصرف الصحي ده بيدفعوا فلوس عشان يجيبوا صفايح مية او جراكن مية نظيفة فاشتب انت كده بتوفر فلوسي بقى هاي فلوس اهيه؟ لا وبتوفر فلوس التمكوتش تقدر تتفحها اه يعني انا كدولة لما اصرف عليك مثلا في العشوائيات بشكل معين اه حجم المستفيدين من الملايين اللي استفادوا من شكل العشوائيات ده اكبر بكتير جدا من اي دعم انت ممكن تاخد الفئة دي على مدار عمرها كله ايو ايو انا حلتلك مشكلة كذلك التقميم الصحي شوف العلاج بقى عامل ازاي دلوقتي فانا بقول يعني هو الناس فاكرة فقط انه هو عشان ترى اثار التنمية انت هتشوف على الطريقة اللي احنا كنا متعودين عليها في الستينات يعني مرتب بالنسبة لي يعني مريح دي شكل معين وليه تأثير في الاكل والشرب المباشر فلسفة اللي ماشية بيها الدولة دلوقتي لا ان اثار التنمية هتقول عليك بشكل كبير جدا لما حللك مشكلة صحية اما دا اللي قاله الرئيس مرة انه دا مش الدنيا مش اكل وشرب وخلاص لان انا بابني دولة واكل وشرب وتفضل انت برضو عندك التزامتك اللي انت حافظها وكاتبها اللي هي الميا النظيفة حدفع فيها كذا الصرف الصحي عشان يجي مش عارف ايه انزح الترنش كل ايه اخد كام العلاج بدفع فيه كام طب ما هي الله ونفتكر برضو مئة مليون صحة وانت بالنسبة لك الناس اللي كانت مرضى فيروسي وكان بتدفع كام وشكل الكلام ده وحله بشكل استراتيجي فاخرين اقول لك لا طبعا فيه اثار للتنمية واضحة جدا ولكن هي فلسفة الدولة في المرحلة دي مش اثار التنمية بتنعكس بشكل مباشر على اللي انتا شايفه فيما يتعلق بالدعم بالمرتب او الدعم المادي طب عايز ارجع مع حضرتك لحتة المشروعات واسألك على مشروعات الاستثمارية عايز اسألك على وعي المواطن بيتلعب به بشكل كبير جدا او في محاولة ان هو يتلعب به ان هذه المشروعات عبارة عن بيع انت ببيع حتت من مصر وفي اساس اقتصاد بيردده هذا الكلام كنا نفضل ان يكون كذا بدلا من ان نبيع وفي فكر قصادي تاني بيقول العالم كله ماشي كده انت بتاخد حتة ارض وبتطورها لي بتخليها حتة من الجنة بتشرف انت عليها بيجي لها سياح من اخر الدنيا معهم بيدفعوا فلوس عندي في التاكسي بيدفعوا في المعالم السياحية اللي بيزروها بيدفعوا في المطاعم بيدفعوا 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 يبقى الداخليا لا ما هي بقى دي المكايدة السياسية واستغلال الناس وخلة الفهم في الجزء الاقتصادي لا وطبعا والعالم دلوقتي ما كانش في كده ودلوقتي انا لو انا مواطن مصري دلوقتي هروح عايزة استثمر مثلا في امريكا وهروح اشتري يعني جزيرة فبالحد هيقول لي مثلا انت بالنسبة لك بتحتل الامريكا هذا مش حقيقي طبعا انا بالنسبة لك مواطن مصري دلوقتي هروح اعمل مشروع في الامارات شركة في الامارات ما هتقول لك روح اشتغل في الامارات احنا من زمان عندنا شيلاتون وهيرتون وعندنا شركات كبيرة اجنبية جات بتستثمر من التمانينات لا طبعا الفكر الاقتصادي ان بالعكس ان انت بالنسبة لك لما يجي لك راس مال وهو يشتغل عندك هو بالنسبة له ده معناها ثقة في اقتصادك صحيح هو ده اللي حصل في تركيا وانت عاش لك وانت عاش لك ده اللي تتمنى السعودية كل بالعكس ان انا بالنسبة لك السعودية هي عبلة المؤتمر ده عشان كده ايوة مواطنة بالنسبة لك كل الدول بتقول ان انا ان يجي لي ناس تستثمر عندي ده حاجة كبيرة جدا ان ده جايب لي راس مال حاجات تانية بيتطور بشكل كبير جدا يعني احنا نفتكر احنا بالنسبة لنا شكل الصناعة المصرية لما كنا احنا بالنسبة لنا في بدايات الانفتاح الاقتصادي دخول الشركات الاجنبية فودافون بقى والبعد كده دخل في طور من صناعة الاتصالات في مصر فدخول المستثمر الاجنبي عمره مكان يعني بيع للوطن لا لا ده على الحقيقة قوة للاقتصاد المصري وتطويره بشكل كبير اذا فلن تفائل انا بالنسبة لي شايف انه هو ان الخطوات الاستراتيجية اللي موجودة لوقت دولة المصرية هي خطوات حقيقية ولكن احنا عندنا تحديات كبيرة جدا في المنطقة فقدامنا احنا بالنسبة لنا محتاجين لكون فاهمين من لازه يحدث في كل الجوار المصري والتحديات اللي عندنا سبابة على الحقيقة ايه واحنا بالنسبة لنا على الرغم من كل هذه التحديات اه عندنا تحديات كبيرة وبنعافر بس احنا بالنسبة لنا بنعافر في اتجاه صحيح يعني احنا بنحاول بالنسبة لك بننتحرك مش معلق كده ان انت بالنسبة لك متحرك بصورة ملائكية مفيش أخطاء محتاجة تتعاق فيه بس احنا بنقول ان التوجه الرئيسي لا ان انت بالنسبة لك ان اللي شغالين على الملفات بيعفروا بشكل حقيقي لمحاولة ان انت بالنسبة لك ليكون العكاس كل الذي يحدث في الواقع ده تأثيره أقل ما يمكن على المواطن بشكورك يا دكتور نورتنا شكرا جزيلا لك جزيلا شكر دكتور هشام عبدالعزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة بشكركم مشاهدينا يعني اتمنى عشان برضو يبقى لنا نصيب عادل وشفاف في اي تطور هيحصل في البلد ان كل واحد فينا يروح شغله بمنتهى الأمانة ويتعب على قد ما يقدر ويخلص أكتر بكتير مما يتقاضى عشان لما يتعدل حال البلد يحس انه فعلا كان ليه يد مش في الخراب لكن في البنى وفي التطور للأفضل سبحانه خير موسيقى 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 موسيقى